اطلع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني على سير اعمال شغوى سفلتت مشروع طريق الخط الرابط بين مدينة المخاوة ومديريتي موزع والوازعية ومديريات الحجرية بمدينة تعز واشاد البركاني بالجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع الهام مؤكدا ان هذا المشروع الاستراتيجي سيمثل نقلة نوعية في الحركة التجارية وتنقل المواطنين وكسر الحصار المفروض من قبل الميليشيا الحوثية اشتركوا في القناة